سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم في حلقة جديدة من برناماتكم المرأة المسلمة حلقة النهاردة بعنوان قضايا الإسلام وصراع العقل في كل مرة التقيت بكم على مدى السنين الطويلة اللي فاتت اتكلمنا عن قضية فكرة أو عدة قضايا ممكن نكون اتكلمنا في عدة قضايا في حلقة واحدة زي ما هنعمل النهاردة كده لكن احيانا نتكلمنا عن قضية هامة أخدت الحلقة كلها لانها كانت كبيرة وعويصة ومحتاجين ان احنا نفسر ونتكلم فيها كتير القضايا اللي بنتكلم عنها دايما مركزها معضلة إسلامية بتعيق حياة الإنسان الروحية الاجتماعية النفسية وبتشكل نزاع بين العقل والمنطق والدين والتعايش مع الناس من 12 سنة ومئات الحلقات اللي قدمناها ليكم من خلال برنامج المرأة المسلمة أو البرامج الأخرى على قناة الحياة مازال هناك قضايا جديدة كل يوم مرتبطة ارتباط أساسي بالإسلام بتعمل معضلة في حياة الناس وفي قضايا تانية بتعيد تجديد نفسها بتجدد مدة معانا كده لأنها يعني بتتبلور وتتطور زي كورونا كده يعني متطورة زي فيروس كورونا تقضي عليه في حتة يروح طالعلك بتحويرة أقوى شوية ممكن تتطور كمان بقى من الحرام للإباحة للتجميل ثم العودة للحرام مرة أخرى والكبائر بفتوة هذا الشيخ أو شيخ آخر أو تغيير في الاتجاه السياسي مثلا في السعودية نمشي من لا ولاي من إنه الست مش ممكن تتحرك إلا بولي إلى رفع الولاية لكن بكرة هيكون شكله إيه عندما يتغير الحاكم لأن القانون والقاعدة الأساسية هي الإسلام برضو يعني هو إحنا لسه في إطار القاعدة الإسلامية السؤال بعد 12 سنة بنقدم لكم البرنامج ده وسنين أخرى هذه عددها بنقدم برامج تانية هل ما فيش حاجة بتتحل أو بتتغير؟ لا طبعا أنا عايزة أقول النهار ده إنه في حاجات كتير اتغيرت وفي ناس حياتها اتغيرت وفي أفكار ناس اتغيرت وتقدمت وفي ناس بتشهد عندها في ناس ابتدت تحلل وتفكر وتغير وأنا شايفة إنه أنا شخصيا بقابل التغيرات دي كل يوم في حياتي الشخصية وفي علاقاتي مع الناس وفي غرف الحوارات اللي بنتكلم فيها بلاقي إنه فيه تغير كبير في الأفكار لأنه بقى فيه تغير في عقول الناس وأصبح فيه أصوات بتتساءل وفيه أصوات بتعترض وفيه أصوات بترفض وبيبحثوا عن الدليل والبرهان بأنفسهم إحنا كنا في الأول بنقدم لكوا إحنا الدليل والبرهان ونقولك راجع يا عم شوف يا سيدي ينفع ده ولا ما ينفعش دلوقتي أنت اللي بتدور وانت اللي بتدوري ودي خطوة كبيرة ومهمة لكن مشاكل الإسلام بتظل معضلات هي مزالت معضلة بتعيق حياة المسلمين ومن حوله إذا كانوا المسلمين في بلادهم أو الناس اللي بيعيشوا معهم في بلادهم أو الدول المحيطة بيهم النهاردة أنا هعرض لكم قضايا متفرقة وغريبة على فكرة بعضها غريب جدا عملنا صداع مجتمعي وصراع إنساني وفكري وديني عشان نفهم صورة الصراع دي عايزاكم تتخيلوا معايا كده يعني جيف زهني صورة زهنية حابة أرسمها لكم قصة كده لو إحنا أخدنا مجموعة من شباب مثلا خريجي 2020 مجموعة من أصول الدين مثلا مجموعة من الأزهر مجموعة من طب مجموعة من علوم مجموعة من هندسة وافترضنا كده إنهم حنحطهم كلهم في قلة الزمن وفجأة حيلاقوا نفسهم في عصر محمد وفجأة مثلا حينزلوا ومحمد قاعد في مشهد مثلا وهو بيتعامل مع بني قريزا وقاعد كده بيكشف عارات الأطفال عشان يكتشف من أنبت ومن لم ينبت من بني قريزا فيقرر من يقتل من الأطفال ومن يستعبد وتحت أقدامه بحر من الدماء رؤوس قتلى اليهود يا ترى حيكون رد فعلهم إيه هل خريجي الأزهر وأصول الدين مثلا حيصعقوا لما يروا الحقيقة بعينهم أم يؤيدوا هل هيحسوا إنه ده مش صح لما يشوفوا الأفعال الرهيبة دي بعنيهم بدل ما كانوا بيقروا عنها في الكتب ولا لا على فكرة ممكن يكون في منهم المؤيد لأن المؤيدين نرجع نشوفهم النهاردة في الدواعش والطلبان وكل اللي بيعملوا نفس الأعمال نفس الأعمال فده ممكن يحصل هل مثلا خريجي كلية العلوم والطب والهندسة وحيكون يعني موقفهم إيه إزاي حيكون الصراع الداخلي في أنفسهم إنه هم يروا الحدث في وقته وكما كان ويقولوا إنه هذا نبي جاء برسالة الإنسانية تحقق لهم حياة كريمة وطيبة وهم شايفين إن أفعاله لا تتوافق مع الإنسانية شفنا بقى بعنينا أحيانا مش لازم نشوف بعنينا أحيانا لازم نفكر ونشوف ده يتطفق مع الإنسانية ولا لا ويتطفق مع التقدم ولا لا ويتطفق مع روح الله اللي فينا ولا لا لو عكسنا الصورة بقى ورجعنا معاهم في قالة الزمن محمد مثلا أو عمر وجاي بقى ياخذوا العالم الجديد برسالة الإسلام الحق ويعدنا إلى يعني أثرات المستقيم اللي إحنا أكيد خرجنا منه اللي لما هيدخل بقى ويشوف يجي العالم ده يبقى يقولك يعني أولا هيشوف كل الستات حور عين وبعدين بعد كده يقولك ده حرام وده عيب وده وكده يعني اللي برضو الصورة دي متمثلة في الناس إحنا عايشين معاهم مش كده أنا شايفة أن المشهد هيكون زي كده الفيديو اللي هنحطه لكم دلوقتي الفيديو ده طبقوا على حد خارج المنظومة تماما وبيحاول يتعايش وشايف أن هو يقدر يتعايش مع المنظومة ده الإسلام اللي هنشوفه دلوقتي لما تكونوا جاهزين حطولي الفيديو يعني الفيديو عبارة عن عربية كارو بعجل عربيات واللي بيجر العربية حمار وبيسابق يعني الموديلات الحديثة من سيارات النهار افتحوا لي وخليني يعلق وهو وإحنا بنشوف الفيديو لو سمحت شايفين المشهد يعني وبعدين شايفين الشخص اللي اعتبرنا بقى ان ده عمر ولا محمد وكده شوفوا هو بيسابق العربيات اللي تقدر يعني تسبقه خمسين مر وفاكر انه بيعمل حاجة عظيمة جد نهيت عن انه يعني بيأزي الحيوان ده بشكل غير انساني وانا اسفى ان انا حط ده لكن الحقيقة المشهد يتطفق ويتتصق مع الناس اللي بتبقى فاكرة انها تقدر تعيش بالادوات الاسلامية المقدمة ليهم عربية كارو بركب عليها عجل عربية حقيقي وفاكر انها هتسابق العربيات اللي بعدها وبيجرها حمار هو ده اللي اسمه باقي فارس بلا جواد لانه لو كان حصاني ممكن كان قدر يمشي بسرعة شوي لكن المشهد كوميدي ولكنه مشهد حقيقي لو احنا قلنا ان الراجل ده بعربيته وحماره الغلبان فاكر ان هو هيسابق العربيات دي شوفوا الازمة اللي سببها كم من العربيات هائل بقى وراه ومعطل السير والناس ابتدت تروح بقى على الناحية التانية وده بقى التغيير اللي بيعمله في حياتنا الاسلام الفارس ده شايف نفسه فائز في كل شيء يعني هتشوف دلوقتي ينزل من العربية بقى ويجري وكأنه يعني انا كسبت غلبتك وكلكم هو شايف نفسه فائز في السباق والاسلام يرى كذلك مش كده والمسلمون المقتنعين بانه الاسلام يعني ينفع للنهار ده فاكرين كده برده فاكرين ان هما يعني سباقين في كل شيء ولكن الواقع يعني انه انت شايف نفسك بمنظور اللي انت شايفه امكانيات رائعة ولكنه اعاقة ليك وللجميع والاعاقة اللي يعني اللي تتسبب في الكوارث الورادي هو ده الاسلام في عالمنا الاسلام يتسبب في كوارث كثيرة في حياة الناس وفي حياة المجتمعات الاسلامية والمجتمعات العالمية اليوم ومشي يقاوح يعني هو مشي يقاوح في كل الناس اللي حواليه على فكرة ان عجباني الموسيقى يعني يعني موسيقى مشجعة بتالي الموسيقى دي كانت برضو دائرة في ذهنه وهو ماشي هو شايف انه هو بيعمل حاجة يعني ما حصلتش المسلمين النهاردة بيعانوا من الاعاقة اللي سببها الاسلام بس فيه انواع من المسلمين واحد شايفه فهم فغير طريقه واخر مازال بيدافع بلا فهم زي الرجل ده لان الكر والحمار اصبح مسيطر على فهمه وده بقى العادي بالنسباله لانه ما بقاش عنده ادوات تانية خلاص هو لا يرى ادوات اخرى يستطيع انه يستخدمها زي بقى ايه؟ زي الفيديو اللي جاي اللي هنحطهه لكو ده انا هدلكو ده مثل يعني مثل سريع انا مش هقف عنده كتير الفيديو ده واحد شيخ بيتكلم عن القناع وحجاب السبت لكن دي قضية من القضية بقى اللي انا قلتلكو عليها الاسلامية اللي بتروح ويتيجي يعني ايه تفضل كده تاخد شوت وترجع تاني والناس بقى عملين يتناقشوا فيها الحجاب والنقاب واهلية المرأة انطرى بوضوح اللي قدامها من رأي الشيوخ خلينا نشوف الفيديو تلبس الكمامة وتحسب ان هذا حجاب هذا والله ليس بحجاب اذا المرأة احتاجت النقاب وتبصر يكون قدر العينين بحيث تبصر ولا تفتن اما لبس الكمامة وخروجه امام الرجال فهذا لا يجوز والله يقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك ما اطهر لقلوبكم وقلوبهن انا حطت لكم الفيديو ده لشان بس اوريكم انو الامر حيخرج من النقطة الصغيرة دي اللي احنا عارفين يعني النهاردة فيه ناس بتنكر الحجاب وبيدوا تفسيرات من الدين ان هما بينكروا الحجاب اصلا وانو الدين ما فيوش حجاب اصلا اوكي والفرق بين ده وبين الراجل اللي شايف ان النقاب اصلا بقى وان الست لما تكون عايزة تشوف تشوف بعين واحدة وان الكمامة دي مش حجاب لانها مش سودة لانها مش هتقمعها لانها مش هتخليها تبقى حسة يعني انو لازم يتكتم نفسها مش بس تغطي الشالة لازم يتكتم نفسها وما فيش مانع انها تلبس الكمامة تحت النقاب بس برضو النقاب الفرق بين ده وده وبين الست اللي تخطط كل ده وتعلم انها ليست العورة بل العورات في عقول المشرعين سجال الحجاب شيء واللي هنشوفه بقى من القضايا اللي بتنظر اليوم في محاكم دول عربية اسلامية زي السعودية عندنا قضية تنظر الان في محكمة في السعودية ويعني السعودية كما نعرف انها بتحاول انها تلتحق برقب التمدد علشان يعني يكون في تغيير حقيقي لازم نتعامل مع القضايا اللي بتوعيق هذا التمدد لسه في عربية كر وبحمار واصلها في التشريع الاسلامي القضية بقى بتاعت النهار ده هي عبارة عن وحدة ست بتطلب القصاص من زوجها اللي خبطها فقع عينها بوز عينها فهي رفضت خلينا نشوف السورة رفضت تماما انها تاخد ربعمائة الف ريال وبتطالب بالقصاص ليه بقى يا ستي اللي حصل ان الست دي اتخنقت هي وجوزها فكانوا موجودين في البيت وخرجوا علشان ما يتخنقوش قدام العيال فوهم في العربية جوزها خبطها بضهر ايده غالبا وهي قاعدة جنبه فالخاتم اللي في ايده خرم عينها فهي قررت انها مش هتاخد تعويض وتطالب بحقها في القصاص هل المحاكم في السعودية بتتعامل مع القصاص بالطريقة دي الست بتطلب انه حد يخرم عين جوزها هي عايزة المحكمة تطالب بيخرم عين الزوج هنعمل ايه لما الست دي تصر الناس في امور القصاص دي يعني بيدوا عوض او بيدوا يعني العائلات بتتفق على فلوسك لكن فيه ناس بتقولك لا انا عايز اخرم عينه زي ما خرم عيني العين بالعين مش كده ولكم في القصاص حياة يا قولي الالباب يا قولي الالباب لانه ده قانون اسلامي واضح وصريح ليه النهاردة ما زال هناك قانون بيسمح بدا شوفوا الصورة اللي بعد كده الصورة دي من موقع هسبريس ان دي من 2015 السعودية تؤكد من جينيف انها بتمسكها بالقصاص وفق الشريعة الاسلامي يعني هما في جينيف كده في مؤتمر عالمي دولي بيكلموا فيه بقى في حقوق الانسان والكلام ده كله احنا من حقنا ان احنا نتمسك بالقصاص وانه يكون موجود في قوانيننا لان ده تشريع اسلامي لا نستطيع تغييره النهاردة بقى هتقدر تغيره ولا لا عايز احكي لكم قصة قضية قائمة الى اليوم في السعودية برضو هي قصة ولد وهو صغير ضرب زميله وقتله اسمه علي الخواهري والقضية دي بيقولوا انه الاهل رفضوا التعويض وقالوا انه هو لازم انه الولد ده يحصل له اللي حصل لابنهم اللي حصل لابنهم لما الولد ضربوا بالسكينة وهم صغيرين شباب عيال 13 سنة واحد اعتقده تاني 16 سنة لما ضربوا برقابته في السكينة فالولد جاله شلل نصفي الضحية فالعيلة اثرت انه انه الشاب ده يحكم ايضا بيشله شلل نصفي طب هتعملوا ده ازاي يعني يعني ازاي ففضلت القضية لحد النهر ده الولد ده قاعد في السجن لا هو محكوم عليه ولا مش محكوم عليه ولا الاهل اللي عايزين يقبلوا انه ياخدوا التعويد ولما المحكومة حكمت بتعويد كان التعويد مش عارفة مليون ريال ولا حاجة زي كده والعيلة الشاب عيلة فقيرة يعني ممكن اهل يعني اهل الكرم يجوا يده الفلوس ولا يساعدوا الشاب ولا يساعدوا العيلة والولد يتحكم عليه بتأهيل وتهزيب واصلاح و يعني تعليم فيطلع يبقى انسان يقدر يعيش في وسط المجتمع يعني يعمل يدفع اللي عليه ويطلع يعيش يبقى في وسط المجتمع لكن لا ده مش هيحصل لانه هما ما عندهمش يدفعوا التعويد والنقطة التانية انه الاطباء المستشفى رفضت حكم المحكمة بشل الشاب لانه قالوا ايه بقى قالوا انه لو احنا حاولنا ان احنا نعمل عملية فنقطع نفس الحاجات اللي اتقطعت عند الشاب التاني بما معناها يعني هتكون النتيجة مختلفة من واحد للتاني ما نقدرش نضمن ان القصاص هيكون هو هو شوف التخريف بقى يعني شوف الخرافات اللي النهاردة بنقولها واحنا في 2021 ازاي 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 يأتي الاسلام بعد المسيح بست قرون علشان يرجعنا الى مجتمعات بتحكم بمثل هذا الفكر ازاي ويقولك ولكم في القصاص في القصاص حياة يا قولي الالباب ايه الحياة في انسان لا انت ابدا حاجة هتشفي قلبك على ابنك اللي مات ولا العيلة اللي فقتها ولا مفيش حاجة هتشيل مكانهم لو ده تشل ولا عينه تفقعت ولا ازاي ست تعيش مع جوزها وراجل يعيش مع امراته ويمد ايده يعني يخرم عينها يعني لازم تكون عنف الضربة كده لدرجة انها تخرم عينها فهي تضطر لما القلب يعني يتملي بالغل لازم الرد يكون غل النهاردة يعني انا عايزة اقف عند الحتة دي بالذات وعايزة اقول لكم انه المسيح اما اتكلم على حتة العين بالعين والسن بالسن دي كان بيتكلم هو في الموعزة على الجبل فكان بيقول كده انه انتو سمعتم انه قيل اما انا فاقول لكم بس قبل ما نوصل للحتة دي بيقول كده هو قعد بيقول للناس احب اعداءكم باركم لعينيكم يعني خلوا قلوبكم هي اللي من جوة تبقى تتغير خليكم زي الاطفال في برائتهم وهكذا فبيقول كده فاني اقول لكم انكم ان لم يزد بالركم عن الكتبة والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات وبعدين يبتدي يقول لهم قد سمعتم انه قيل القدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخي باطلا يكون مستوجب الحكم ومن قال لاخي راقة يكون مستوجب المجمع ومن قال يا احمق يقول مستوجب نارجو المسيح مش بيتكلم حرفيا على ده ولكن المسيح بيقول فكر قبل ما تتكلم ابحث قلبك قبل ما تتكلم عشان اللي خارج منك يا اما يكون في حياة يا اما يكون في حكم على قلبك انت بالمرض وبالقلم زي ما هتجرح اللي قدامك على قدر طاقة سالموا جميع الناس المسيح بعد كده قال انه انتوا سمعتوا انه عين بعين وسن بسن لكن انا بقول لكم لا تقوموا الشر بالشر بل من نطق على خدك الايصر فقدر له الاخر ايضا متقومش الشر بالشر الشر مش هيعمل لك حاجة لكن هناك قوانين تضمن حقك وتضمن تعديل المصار في المجتمع لماذا لا نلجأ للقوانين ونلجأ الى العربية كرره لازم ارجع اقول العربية كرر يعني ماقدرش اقول بير كده القضية الاخرى المطروحة دلوقتي بكثرة اليوم هي قضية التبرع بالاعضاء ويعني الحقيقة النهاردة ان عندي ضيف الاول مرة هيكون معانا على برنامج المرأة المسلمة تقابلنا في غرفة من غرف الحوارات المفتوحة للمجتمع لم نتقابل ابدا شخصيا ولكن الحقيقة انه كان عنده طرح مهم يتقال هو طبيب ودرس في لندن وفي امريكا وايضا في الدول العربية وموضوع التبرع بالاعضاء ده واضح انه كان مهم قوي بالنسبة له بالنسبة لي انا بقول انه العقل الحديث الفاهم لاهمية اعطاء فرص حيال المرضى واللي في حالات حرجة يعني بيوافق ويعضد بينما عقلية الكارو ما زالت بتستنكر وتضع حدود وشروط خلينا نرحب بالدكتور يوري دكتور دكتور يوري اهلا بيك اهلا 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 سيدة اهلا شكرا على الاشتباق اهلا بحضرتك انا شرحت كده بطريقة مبسطة احنا كيف تقابلنا في غرفة من الغرف الحوارية وكنا بنتكلم على موضوع زرع الاعداء صادف ان انا بقدم الفكرة دي في حلقة النهاردة والحقيقة اهلا عجبني مفهومك الانساني لماذا انت كدكتور من خلفية اسلامية بتعدد هذه الفكرة ممكن تشرح لنا اهمية الامر ده من نسبالك نعم لاني عملت في العناية المركزة وعملت في الاجنحة ورأيت العديد من الناس تعاني الامرين على يعني على مدى الحياة الكثير من عشرين سنة اراهم يعانون دعيني ابدأ منذ بداية في كلية حتى الجثة التي نتدرب عليها في الكل يعني في الكل يعني اذا كانت الدول العربية تخيلي يعني اجب ان تتدرب على الجثة حتى الجثة يقول لك لا يجوز ان تكون جثة انسان مسلم الانسان لديه حرمة وهذا يعني تمثيل في الجثة وهذا حرام طب انا 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 ما اعتقدش انه في مصر عندنا الحكاة دي اعتقد انها جثة من الموجودة في مصر انتو انتو زار عندك بتقدروا تستوردوا جثة خاصة لكن هل في تشريع في القانون بيحرم استخدام الجثة المسلمين ولا انكم لا تجدوا لا لا يجوز لا يجوز هذا يعني يحرم طبعا المذهبين السني والشيعي لديهم انه التمثيل في الجثة حرام لا يجوز التمثيل في الجثة والجثة ليست ملك لك فهي ملك لله وحتى حتى الجثة ليس لديك الحق ان تتصر فيه مثل ما تشاء فهي محرمة شرعا بالنسبة لهم فلا يجوز ان تأتي بجثة من انسان حتى لو قال انا اريد ان تبرع بجثتي لكلية الطبع لسي المثال هذا لا يجوز يعني العالم كله الناس بتقول انا عايزة انا متبرع مثلا بمخي علشان خاطر عنده حالة معينة وده يعني متعارف عليه علشان يعمل تقدم في الانسانية والفهم للعلم لكن في الدور العربية ده ممنوع ده اللي فهمت من حضرتك في الخليج غير موجود طوال ومن بعدها يعني بعد قليط عندما يعني عملت في المستشفيات بأكثر من المستشفة تدربت في الخارج وعرفت طريقة التبرع في الأعضاء في بريطانيا والطريقة وذهبت أيضا إلى أمريكا وتعلمت كيف طريقة التبرع للأعضاء نحن لدينا طريقة في التبرع للأعضاء لكن البرجعية الدينية تجعل عقبات كبيرة جدا يعني جدا جدا ضئيلة وصعبة جدا تكاد لا تذكر إذا كان هناك يعني تبرع في الأعضاء هذا الضرب إلى زراعة عبو يضطر إلى يعني السطر إلى الألاج في الخارج عن طريق نقبة الدولة وينطبر سنوات عديدة حتى يبحثون له على يعني متبرع غير مسلم ومن ثم يعملون التحاليل حتى يكون ماتش أو يعني دمه قريب من دم يجب أن يكون هناك تقارب جيني لا تستطيع أن تأخذ أي عبو بسهولة مظهول لأن تقارب الدرجة الأولى أفضل شيء والأقارب الدرجة فالنوم ثم الغريب تستطيع أن تأخذ عبو لكن يجب أن يكون هناك تقارب مثلا فصيلة الدم وتقارب بعض النوع الماء في الجينات حتى تستطيع أن تأخذ العبو هم يرون أن جسم النسان له قدسية أنا بالنسبة لي يعني الأجلحة مليئة في المرضى على الترفي الصناعي أنا في كذا متشفى تقريبا نصف الجناح شلل رباعي سراء حادث أو نقص أكسجين ولدي شلل رباعي على أجهزة يعني نصف الجناح مليان في لديهم شلل رباعي هؤلاء نستطيع أن نأخذ منهم القرنية الرئة القلب الكلة ورأيت الناس التي تأتي بشكل يوم يغسلون الكلة حشر ساعة في اليوم بعضهم يأتي يوم ويوم راحة يوم ويوم راحة طبعا يعني أنا يعني عارفة إيه حساسيتك كطبيب الاحتياج اللي أنت شايفه قدامك بس إحنا اختلفنا عن النقطة دي في الغرفة وإحنا يعني مش الكل حيوافق على أنه جسم الإنسان ليس له حرمة ولكن حضرتك لي كل المجال أنك تقول رأيك بمنتهى الحرية أنا لا أعدد أن يأخذ أعضاء بدون موافقة الأهل أو بدون موافقة الإنسان نفسه مدام هو يعطي من نفسه ماشي يعني أنا موافقة حد يستخدم أي حاجة هم عايزينها أو محتاجينها لكن محدش يجي يكبر أولادي وأنا ما كتبتش وصية مثلا يعني لكن بس حاب أوضح أنه ممكن نختلف على الأمر لكن أهمية الفكرة نفسها في الاحتياج الكبير أنه يحصل تغيير في مفاهيم الناس في موضوع نقل الأعضاء عايزة أقرأ لحضرتك فتوى عن الإمام الباز وهو هنا بيقول أنه في خلاف بين العلماء منهم من أجاز ومنهم من توقف عنه وبيقول أنا متوقف في ذلك لإني أرى أن هذا يخشى أن يكون من المثلة كونه يتبرع بكلياته أو بقلبه إذا مات أو بيده أو برجله وهكذا فهو بيخشى أنه ده كأنه يكون تمثيل بالجثث وعلشان كده هو بيقول لا ما تعملوش كده خالص لأنه ده حرام التمثيل بالجثث حرام مع أننا بنشوفهم معلقين الجثث يعني على في الأماكن اللي بيحربوا فيها والكلام ده كله المسلمين عادي يعني في كل الحروب مثلوا بالجثث لكن ده منطقه هل ده يعتبر تمثيل بالجثث من مفهومك بلا شك لا أنا بوجهة نظري أن هذا الشخص الذي لديه موت دماغي وأخذنا منه العضو وأضعنا في شخص ممكن أن يعيش حياة كريمة ويكون طبيعي على سبيل المثال الذي لديه فشل في القلب يعاني الأمرين تفاق في القدم وماء لا يستطيع أن ينام وضع مشاكل كثيرة جدا فإذا أعطيناه هذا القلب أنت على خبيل المثال إذا أخذوا هذا القلب من شخص قريب لك وأضعه فيه قلب رجل طبيعي تستطيع أن تذهب وتضع السماعة وتسمع قلب حبيبك أو الشخص الذي قريب لك أخذوا قلبه هو القلب سوف يظل معه حتى يعني يموت وكذلك الكلا تذهب ما زال حيا طالما أنه أعضاءه موجودة شخص ثاني ينعم بحياة طبيعية أنت أحييت شخصين أحييت الشخص الذي أخذ منه العبو أحييت أعضاءه الداخلية عند شخص آخر ورأيت الشخص آخر ينعم لكن إذا أنت لم توافق على التبرع الميت دماغيا هو أولا يرتخدم فريق في الأناية المركزة يرتخدم الأجهزة وإذا أتخ شخص في إحتاج جهاز بعض الأحيان لا يوجد أجهزة أو الغرفة مليانة يضطرون إلى نقله إلى المستشفى آخر هو يعاني والمريض يعاني لكن إذا أنت وافقت على التبرع في عضو هذا الشخص الأنسان سيرتاحون هو المعاناة التي يعانيها تحاليل دم بشكل دوري ووخذ وأبر وتغيير في الجهاز مشكلة كبيرة المريض لكن أنا عايزة عايزة ركز على نقطة التبرع من الناس اللي عايزين يتبرعه واحد ياسيدي موافق إن هو يتبرع يعني واحد موافق يتبرع مات والقوانين بقى في موضوع التبرع يعني مثلا في إسلام واب بيقولك لا التبرع ممكن ونجيزه في حالات وحلاء وحالات لا وبعني يجي في الآخر يقولك كده إنه التبرع بما ذكر في الحالتين سواء كان حي أو ميت يعني بتتبرع من حي الحي أو من ميت الحي يقولك كده مشروط بأن يكون المتبرع له معصوم الدم يعني اللي أنا بتبرع له يكون معصوم الدم أي أن يكون مسلم أو زمي بخلاف الكافر المحارب مش ممكن تدي أعضاءك لكافر بس ممكن تاخد أعضاء كافر يعني يعني حضرتك قلت إنه هما بيسافروا برا ياخدوا أعضاء الكفار رحي رحي يعني أنا أنا لدي مريض لدي مرض يحتاج نقل دم بشكل دوري يحتاج نقل نخاع فالدته لديه مشاكل لن تستطيع أن تتبرع له فاضطرينا إلى بعثه إلى إيطاليا وطلما يقارب الخمس سنوات وأخذ نخاع من المكافر يعني وهو يعني أخذه وكان لديه مريض يحتاج كذلك ذهب الخارج وننتظر في السنة الواحدة نحن لدينا مشاكل بعض المرضى الذين عندهم مشاكل في القرانية لا ينظر يعني أهمى بسبب مشاكل في القرانية تخيلين في السنة الكاملة ننتظر اليابان الدولة الكافرة وهناك اتفاقية بين وزارة الصحة واليابان حتى تبعث لنا قرانية أو قرانيتين بالسنة بالسنة حتى إنسان يرى بعينه نأخذ من الكفار أما تقول له لديك شخص على جهاز تنفص صناعي ميت عاطنا القرانية له يقول لا لا تأخذ منها أي شيء مشكلة كبيرة يعني يوافقون أن يأخذوا من الكفار واخلاقيات اليابانيين على أن ليس لديهم دين ونحن الدين يمنعنا أن نحي أشخاص يعني تخيل أن الإنسان لا يرى ويصبح يرى بسبب أنك وافق أن أأخذ القرانية من الشخص الميت دماغي أو ألا تنفص صناعي ولديه شلال رباعي هو ارتحال إلى الآن صب لم يكتشف علاج لموت العصر إذا كان لديه شلال رباعي يعني صعب جدا أن يقف ويمشي وإذا كان على جهزة صعب جدا وهناك مرضى عشر سنوات عشر سنوات عاما عندي سؤال خاص بالأمر أن السعودية صدر فيها أمر أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء التنسولية أنا الحقيقة أقول مرة أسمع أنه في حاجة أسمعها التبرع بالأعضاء التنسولية بس أنا مش دكتورة يعني مش دي المشكلة بس السبب في ده أنه الفاتوى بتقول التبرع بالأعضاء التناسولية ده فيه يعني ممكن يحدث فيه خلط في الجينات والأنثاب هل ده كلام يعني يصلح علمياً ولا إحنا لسه من نجر في العربية الكاروية يعني أنا عايزة فهم رأي حضرتك العلمي كطبيب كلام يعني صحيح عليك بالعكس العالم يعني بنوك الحيوانات المنية وبنوك المضايب موجودة في العالم المتقدم طبياً وسيذهب وتختار الحيوان المنوي مواصفاتها أبوه مثلاً الحيوان المنوي من نطقة للرجل لون عينه أجرق فتستطيع أن تخذ البوي ولها صفات لون العين والطول الأب وصفاته كان يعني في المدرسة كان يعني لديه عالي وواطي ووظيفته فالجينات تلعب دور كبير في مواصفات فلا أرى أي مشكلة أن تأخذ الأعواص ناسلية نحن أنا أتوقع يعني لا نحتاج إلى فتاوي ودين نحتاج إلى يعني قانون أنا أعلم أن البداية صعبة صعبة جداً الأمير محمد بن سلمان يعني هو تخيلي يعني وافقها لتمر بأعضاءها فنحن نحتاج إلى أدلية الناس وأعضاءهم فكرة ولكن أنا أتوقع صعبة جداً أن تقنع الناس في الوقت الحالي يعني الناس يجب أن تضع قانون أنا أرى حتى الذي سيعدد هو لازم قانون بس كمان لازم تغيير في السيطرة الدينية على عقول الناس بهذا الشكل لأنه حضرتك قلت أنه جسم الإنسان ليس لي حرم حضرتك تقول كده من منظورك أنا برأة أنه الإنسان كله مهم عند الله يعني لا أفرد عليك رأيي إذا كان الروح والجسد لكن الجسد يعني شيء ثانوي حتى الجسد ممكن نساعد بالغير يعني ما فيش مشكلة لكن المسألة هنا في الإسلام ما هيش تقديس الجسد هي المسألة أن الخوف أنه جزء من من أعضاء جسدك هيكون موجود عند شخص هيدخل النار مش كده عشان الكافر هيدخل النار فيوم القيامة حيبقى حد حد وخي عنده كيلة مسلم وهو داخل النار يعني شايف المفهوم أنا فكرة غريبة يعني أنا أنا رأيت أمراض هناك مرض يصيب الإنسان لا يحس في أي جزء من الجند لا يوجد أي أحاسيس يعني إذا أخذ إبرة أو تحبنا له الدم أو ضربناه الأحاسيس معدومة نهائيا هذا مرض نادر ويحسر فيه بعض الحالات يعني عارض كيف حسر في النار يقول لك لا انظروا إلى حفظ الرب يعطيه أعصاب ليحسها أو مثلا شخص لديه ألزهايمر أو لديه لا يحس في أي شيء ولا يدرك شيء يعيد له الأحاسيس ويعيد له الوعي ويعذي الله لا دائما هناك مخرج يعني من في طريق دائري دائما في التفسيرات الإسلامية ولكنها تبقى حرفية مرتبطة بعصر باد ولا يمكن أننا نقدر نعيش فيه أنا بشكرك جدا على وقتك النهاردة وسعدت بالحوار معك في الغرفة والآن أيضا أهلا بيك معنا في أي وقت دكتور يوري أشكرك مع السلامة طيب شوفوا موضوع التبرع بالأعضاء الآن موضوع ظاهر في المجتمعات الشرقية في مصر شوفت كذا حلقة وكذا حد من الإعلاميين بيتكلموا في الموضوع وبيشجعوا الناس وبيقولوا أنت تقدر دلوقتي وانت تقدري تروحي تعملي تسجلي نفسك أو نفسك في الشهر العقاري أو حاجة زي كده يعني في جهة حكومية بتقول أنك يعني موافق على التبرع بالأعضاء فالناس تشوف أنه ده ممكن لما تدخل المستشفى فالناس بتشجع بعضها على أنها تعمل كده ولكن يجي الدين بقى ويقولك ما تديش له واحد كافر طب ما تديش له واحد معصوم الدم طب هتعمل ايه ده مصر بقى ثلاثة اربعة مرحدين مثلا يعني هتعرف منين هتخليه تشاهد قبل ما ما تديله العضو يعني يا جماعة العالم تخطى ده بالإنسانية مش بس يعني بال بال بالإيمان الشخصي يعني المسيح قبل الإسلام بستمائة سنة أتى بعصر النعمة والسماحة والطهر والارتقاء بالنفس الإنسانية وفحص الزات وبذل الزات وكل ده وإحنا لسه قاعدين بنقول ما نفعش التبرع بالأعضاء التنسلية عشان يمكن يكون فيها خلطة أنساب يعني وفي الآخر عايز يقولك خلطة أنساب يعني فيه ناس بتتبرع بالأعضاء التنسلية يعني العربية تكرروا لحتى ما لاحقتش أصلي ما أعتقدش إنه كان فيه عربيات تكرروا وقتها دلوقتي أنا عايزة أتنقل للفقرة الأخيرة في حلقة النهار وهو بقى الفيديو اللي حنشوفه دلوقتي أنا يعني ما بقدرش بتحكش كل ما أشوف الفيديو لكن كي جماعة استنوا بس خلوني أعرف فكر أوكي أهو دخلت يمي أنا بتحرق كتير بس فبزعجهم الفيديو اللي ظاهر جدا اليومين ثلاثة اللي فاته كان فيديو المقابلة بتاعة المحلل الشرعي وبقى تريند عالي والناس بقى ايه قال يعني مصدومة جدا فيعني واحد عنده فيسبوك مكتوب عليه محلل شرعي وبعمل كده الوجه اللي الوجه اللي كله الوجه اللي أوكي فالأستاذ أعتقد أنا أسفة شريف عارف يمكن عمل المقابلة معاه نص ساعة هو والشيخ مبروك عطية وطبعا الدكتور مبروك عطية طبعا بورداته بفلاته بأراءه القوية الواسقة جدا دايما اللي بيديها دي وكان صدمة للمجتمع كله شيء ينقلك من يعني العاصر اللي احنا فيه إلى عصور بادت تماما بس خليك يعني خلينا نشوف انه القصة دي بالذات بقى فيها الواقع الإنساني لفهم الإنسان للإسلام وتعامله مع المشاكل اللي جبها له الإسلام يعني المحلل الشرعي ده بيتجوز ليه وبيعرض خدمته ليه علشان فيه ستات بيتطلقوا ثلاث مرات فمقدروش يرجعوا الجزء هم اللي مش قادر يمسك لسانه علشان الطلاق الشفهي بيقع مع انه الناس كلها بتقولك بلاش يقع علشان المصايب اللي بنقع فيها اهو اهو مش كده علشان فيه ستات بيوتها بتتخرب علشان فيه رجالة ما بتهتم مش خلاص هيروح يتجوز واحدة تانية والعيال بقى يتشردوا والست تشقى ويكسر دهرها عشان تربي العيال والراجل بقى بيدور على واحدة تانية برضو يطلقها ثلاث مرات فالاستاذ بتاع لواجه اللي ده الاستاذ محمد طلع له بلقى الصغراء اللي ممكن تستخدم هل ده موجود ولا مش موجود 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 بصورة من الصور خلينا نشوف الفيديو الاولين السغنون ده كده على صفحتك الشخصية على انك محل شرعي لرد المطلقات للزوج تمام انا عملها مدون مقابل لماذا؟ عملتها كم مرة؟ عملتها حوالي 33 مرة اتجاوزت وطلقت 33 مرة تت متجاوز اصلا؟ متجاوز متجاوز اصلا مراتك متجاوز موقفة ايه مراتك؟ ما يعرف انا بعمل كده ليه؟ عارف انا بعمل كده تعرف الفيلم في عدل امامه وهل ولازم يدخلوا بها؟ بيتحك ولازم يدخلوا بها في التاني بيتحك لا بس شفت الثقة وهو بيتكلم انا عارف انا عارف انا بعمل ايه؟ وهي كمان عارفة وموافقة انا بعمل ايه؟ 33 زيجة 33 طلاء في سنتين حد يسمهم لي كده يبقوا كام يعني كام زوجة في الشهر هيطلعوا يعني مثلا زوجة وكسور يعني كل شهر يعني ممكن في الشهر يتجاوز مرتين تلاتة عشان يوصل لتلاتة وتلاتين مرة في سنتين الصورة دي هو شايف نفسه انه هو يعني بيعمل حاجة لوجه الله المشكلة الاساسية ان المنظومة الاسلامية لم تقدم مفهوم للزواج مقدس اصلا وان الزوجة يرتبط مستقبلها وحياتها وحياة ولادها ويعني كل ما هو قادم في حياتها بكلمة من بق راجل يحلف عليها لو كذا طالق طبخة طالق كان في قصة معروضة في يعني بتتعدد كمشكلة في برنامج واحدة متغزة من جوزها عمل حاجة ضربها او حاجة زي كده يعني ازها جامد فلقت نموسة وقف على وشه فقالت له في نموسة على وشك وان هقتلها وضربته جامد اوي فقام حلف عليها يمين طلق ثلاثة انها لو ضربته بنية انها توجعه هتبقى طالق فالستة وقفة بقى بتتصل بالبرنامج وبتقول انا ما كانش قصدي بس بتقدرش تقول انا ما كانش قصده طبعا التصرف يعني مش صح لكن شايفين المعضلة انك تخلي مصير عائلة مرتبط بانت نيتك ايه وانت نيتك ايه وانت كنت بتهزر نطقتها ولا لا قلت تلاتة ولا اتنين قلت انا بطلقك يا مريم ولا قلت بطلق زوجتي فتبقى انهي زوجة فيهم شايفين العك غير بقى نقطة تانية لو سمحته يعني نقطة تانية حد يعدي كده ان واحد يتجاوز تلاتة وتلاتين مرة في سنتين ستات ولازم بقى ايه ولازم يدخل بها وامراته تبقى عارفة انهو بيعمل كده وعادي يعني 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 لا هي عارفة بتقوله انا عارفة وبيقول هي عارفة انا بعمل كده ليه ومنتهى الثقة كده والثبات في ايه تلاتة وتلاتين ست في سنتين انا يعني معرفش يمكن فيه ناس بتعيش بالطريقة دي لكن والامر بفتوح عندها كده وسدح مداح المسألة مش بس انه فيه حاجة اسمها محلل في الاسلام ولا لا فيه تحاولوا تخفوها تحاولوا تخبوها فيه انتو السبب الاسلام والتشريعات الاسلامية لما تقول تعطي للراجل الحق الكامل انه كلمة تنهي علاقة انسانية بالشكل ده ده بيقولك ان هذه العلاقة هذا العقد ليس مقدس قول بقى انت زي ما هو زي ما انت عايز تقول بقى قسم مش عارف ايه وعقد ايه بالتي هي احسن والكلام ده كل وقعيا الواقع بيولئي خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده الجواز في الاسلام شرطه التأبيد يقول ان الحكاية لازم تبقى كلها ما فيهاش اي نوع من التخطيط نهائيا اما مصطلح محلل فملعون من لسان النادي عليه الصلاة والسلام اللعن الله المحللة والمحللة له الدخول بهذا الشكل انا ادخل عشان احللها للاولاني الكلام ده ما نرغيش كتير عشان ما نضيعش المعاني اتجوز عشان احلل ده مش موجود في دين ربنا ده ملوش نفر ده عنوان مش موجود طيب قبل ما اروح للفاصل بس هو واقع هل تريد سؤال حاجة؟ هو واقع اه هو واقع احنا موكر طيب تعليقي على اللي قاله الشيخ مبروك عطية الشيخ مبروك عطية عازي يدينا احاق ان الاسلام اصله التقبيد يعني زواج في الاسلام اصله التقبيد الكلام ده مش ممكن يكون حقيقي هو يقال ولكن واقعيا مفيش ست بتجوز وتبقى حاسة انها هتعيش عيشة امنة مع هذا الرجل لان برضو زي ما قلنا هي مرتبطة بمزاجه هي مرتبطة هتعجبه ولا مش هتعجبه هو كده يقدر يطلقها في اي وقت هذا الحق موجود لانه ومش بس كده ده يدخل عليها اثنين وثلاثة مسنى وثلاثة وربع وما ملكت ايمنكم ما تقوليش الزواج مؤبد الزواج مرتبط بشهوة الراجل وقراره ان يبقي او لا يبقي عايز مسنى وثلاثة وربع وعايز يغيرها واحدة اثنين تلاثة يغير مفيش مشكلة لان هذا عقد وليس عهد ليس هناك عهد بين اثنين بيقول كده انه انا عايش معاك الى الابد انت من اختار قلبي ونفسي وحياتي الى الابد لا مفيش كده انتي وانتي 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 قولي بقى ان ده يعطي امان والى الابد والكلام ده كله انت ده خلها الزواج التانية خلاص انت شلت الامان خلاص يعني عادي اعمالها محمد اعمالها محمد كل يوم ماشي يتجوز واحدة ياخد جواري اين الامان في هذه العلاقة ما تقدرش نقول انه الزواج في الاسلام اصله التأبيد الزواج في الاسلام شروطه يأتي في اخرها انه لازم يكون في نية انه يعني انه الحياة تكون مفتوحة بينكم لكن ده مش اول الشروط بيقولك ان النبي حرم الكلام ده وقال لك ملعون وكلام ده كله الحديث ده موجود صحيح بس انا عايز اقول لكم حاجة انه في اقول لكم امتى في جريدة الوطن وده كان يوم الاثنين تمانية فبراير وده بيقول كده ياس تمانية فبراير 21 بيقول كده اثرت الازهر يحسم ازمة الزواج المحلل الاسلام يجيزه بشروط ما تقول ليش مش موجود لا موجود وانا هقرار لكم الشروط اهو اثرت دار الافتاء المصرية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها فتوى عبر صفحاتها رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن زواج المحلل حيث اكدت الدار انه اذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعا باتفاق الفقهاء اما اذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد او عنده كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد ويتزوج المطلقة ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الاول فانه مأجورا بذلك لقصده الاصلاح يعني فيها بردو الواجه اللي يا ساعدت الدكتور فيها بردو الواجه اللي بالنسبة لهم اهو الازهر بعد كده بقى شال الفتوى دي لانه دلوقتي احنا بنلمع بقى لازم نشيل الكارو ونحط نركب العربية الصفيح فوق العربية الكارو وبردو الحمر يجر مفيش عمرك شفت عربية وحمر بيجرها مش عربية كارو ساعات يروح حطين عربية وحمر بيجرها بس هي برضو عربية كارو لانه مفياش مطور المطور برضو حمر اوكي فبعد كده قالوا لك انه ده يعني شالوا شالوا الفتوى وغيروها علشان ده هيسبب اذا انا عايز اقول حاجة انه من التفسيرات بقى اللي جات في موضوع الفتوى انه شددت لجان الفتوى بمجمع البحوث على ضرورة الخلوة الشرعية بين الزوج الجديد والمطلق بان بان يدخل بها الزوج دخولا حقيقيا فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرذية النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فابا المهم فاتجوزت واحد تاني وبعدين قال لها لازم ما تطلقش منه لو انت عايزة ترجعي لرفاعة الا هي تزواجة عبد الرحمن بن الزبير وقالت انما معه مثل هدبة الثوب فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة فقالت له اه فقال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك مع الاعتذار للجماهير هنا القانون اللي قد المحلل وجود او المحلل وجود ما هو ده من الخلط بين الكارو اللي بيسوق احمار وفي عجل عربيات ما ينفعش ما ينفعش قوانين زي كده تؤدي لأذى وأسهل المجتمع ونقدر نعيش فيها انا عايز شوف الفيديو الاخير ده يمكن 30 ثانية بس مهم تفضل ما عملش الوجه الله وعمل لوجه الشيطان تالت وامتالت يعني هو تجوز جوازة بطلة وهي الهانم رجعت للأولاني رجوع باطل لازم علشان ترجع رجوع سليم تجوز عباس اللي كان بدور عليها ونفسه ومنعينه ويتجوزها بأي شكل شايفين النهاية انه القضايا الاسلامية اللي من هذا النوع تؤدي الى خراب في الاسرة فتفضل الست اللي رحت يعني حد جاب لها حل انها هتتجوز واحد تاني ولازم يدخل بيها فترجع لجوزها اللي ابو عيالها اللي هي نفسها تعيش معا عشان عيال حتى لو هو مبهدلها يعايز تعيش متبرمجين على كده وبعدين تلاقي نفسها لم تجوزها ولا تجوزها ولا صح ولا حد عايز يحلل لها التاني وعايش في الحرام وهو يبقى عايش في الحرام والرجل ده بيعمل حرام لكن ايه الواقع اللي بيقوله الاستاذ محمد اللي شغال محلل ده يعني هو بيقول ده واقع هذا الواقع هو ناتج التعليم والفكر الإسلامي الذي لا يتصق ولا يتفق مع الإنسانية في شيء واحترام الإنسان للإنسان في شيء ولا يتفق مع فكرة الله الحقيقي عن العلاقات الإنسانية اللي أسسها الأسرة الرب في بداية الخليقة خلق آدم وحوة وخلقهم يكونوا معينين لبعض زي بعض شبهوا ليهم حق الحياة وليهم السلطان على ما حولهم علشان تتكون الأسرة اللي ربنا عايزها تتكون علشان الله يعلن محبته ليهم فالنهار ده شكل الأسرة اللي بيقدمها الإسلام لا يمكن أن يعلن في وسطها محبة الله لأنها مكسورة من الداخل وليس فيها أي نوع من أنواع الأمان ولما نخرج برا الإطار ونتكلم عن المجتمع ستلاقي المجتمع خربان ومكسور كله عربيات كروا عما لا تجري من هنا إلى هنا علشان يلحقوا برقب الحياة ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح القضايا دي بتتكرر كل يوم لكن أنت وانتي عندكم الحق أنكم تبدأوا من نفسكم وتغيروا فكركم وتغيروا قراراتكم وتعدلوا حياتكم وقلبكم وفكركم مع الله أشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر